هلوز تحضيري ايه كيف كون اليوم الدرس جهاز الهضم الفصل العاشر من الفصول الطويلة بس نفس الوقت من الفصول السهلة جدا جدا ومثل ما راح تشوفه هلاء معلوماته كثير بسيطة هذا الفصل يأتي لي اسئلة منيح يأتي لي حوالي 10 اسئلة طبعا ما لانه مهم ولكن لانه كبير يعني كحجم 50 صفحة هنا بالRBC فقسمه شوية كبير يعني وانا غالبا راح أقسمه نصصين للفيديو هلاء يعني ما يعرف شوف شو يصير معه يعني فالمهم الخلاصة للفصل السهل نوعا ما بيأتي علي اسئلنا نيح بس لانه كبير بنفس الوقت في اسئلة اللي راح نشوف ببعض منالخصات راح لكم وانه هيدا الشي مهم يعني او هيدا الفقرات مهمة هو ان بهذا الفصل في ارقام الارقام مانا كتير مهمة الا اللي ازال تلكم علي انا وما جايب دورات ابدا ارقام من قبل بس في شغل بهذا الفصل الكتير مهمة انتبعت علي انه يجيبوا كتير هرمونات يعني اسماء هرمونات يعني اذا انتك تفهمان هذا الفصل عندما تفهم شو هنالهرمونات اعرف انه مرة تعرف الجواب على اسئلة هذا الفصل ولا يعني ولا حتى 80 بالمية من الاسئلة يعني لانه غالبا غالبا اكتر من نص الاسئلة راح تكون اه عبارة عن الى شيء العلاق بالهرمونات اجبالي واسماء الانزيمات والى اخرى من هالحكي هذا يعني فلاهيكي هون بهذا البحث كتير مهم تحفظ اسماء الانزيمات وكل واحد شو شغلته هذا الحكي لازم احكيه قبل ما بلش اي شيء طيب وبما انه هذا الفصل كمان سهل بنصيحة الكون لما يكون عنكم المادة يكون فيه قبل اسبوع تقريبا فحاولوا هذا الدرس تحفظوه اول شيء يعني ما تتركوه قبل الفحص بيوم لانه ما فتاعه لانه فصل سهل وينحفظ بضلب الزاكرة دائما خلوه اخر كام يوم للفصول البليدة مثل الفصل الثاني مثلا او هيك شيء فصل الثامن يضيع فهذه الفصول تدخل بالحظة لهيك الواحد انه يكون قبل الفحص احسر اما الفصل الخامس الفصل الفصل اللى الفصل العاشر الفصل الى الفصل الثلاثر فهذه الفصول السهلة نوعا ما بسشوف الواحد اذا درس اول شيء احسن لانه يقضل اخر يومين للفصول الدسمي طيب احكي معنا اخي انا بلش مبقى شرطن بالبحث طبعا لأيكم شغلة مهمة يجب ان نحكيه قبل أن نبدأ أي شيء الهضم أو حتى اختصاص الهضمية فيه شغل كثير حلوية اللي هو أنه مقصم تشريحيا بشكل كثير مرتب بمعنى أنه جهاز الهضم يبدأ معك من التم هيك أنت رايح على الشرج تمام مع الفتحة الشرجية وكل جزء من هذو الأجزاء إلو فيزيولوجيا محددة وإلو بنية الشريحية محددة وإلو أمراض محددة بالمستقبل من تشوفه وحتى إلو أدوية محددة فلهيك إحنا مثل ما رح تشوفه هلأ كل فقرة هي عبارة عن أنه نمسك عضو من أعضاء الجهاز الهضمي فأول شيء نحن نحكي مثلا عن الفم والبالعوم بعدين نحكي عن المري بعدين عن المادة بعدين إلى آخره هلأ منشوفه فهي هذه الشيئة كثير مهمة وهي مميزة يعني بالهضمية لهيك أول أهم شيء بس يجي وشوف السؤال الهضمية دائما تذكره أنه هذا السؤال تابع لأي فقرة أو يعني تابع لأي جزء فإذا كان السؤال تابع للمادة فإن تذكروا أنه أفكار وفقرة المادة فإن تابع للمري فإن تذكروا فقرة المري وهكذا يعني فالمهم إذن جهاز الهضمي يتألف من النبوب الهضمي ومن شغلات اسبقه أنا أهمني الأجزاء التشريحية هون اللي هي من الفم أنت ونزل هيك للقناة الشرجية طبعا المعية الغليز المعية الغليز المعية الغليز فينا نقصهم كمان تشريحين لشيء اسمه العفج اللي هو بداية المعية الغليق أو حتى بشكل أداق هو المنطقة الواصلة بين المعدة وبين الصائم الصائم هو فعلا حرفيا المعية الغليز الذي يبدأ فيه الهضم المعروف يعني مثل ما سنرى بعدين اللفائفة هو نهاية أو الضقاق هو نهاية المعية الغليز يعني هو بداية بين المعية الغليز وبداية ونهاية المعية الغليز تمام؟ إذن المعية الغليز كمان هلما نرى المنظر دائما هو صاعد مستعرض نازل بوصل للسيني يلي هو قولون سيني كمان طبعا هون ما حاطت لكم يا هك معه بس هو قولون بالاخير يلي كتب قولون يعني في القولون السيني بعدين الأخر شيء مستقيم يلي هو المرحلة قبل الشرج بالاخير الشرج فقبل ما نحكي عن هذول المنظر نشوف المنظر إذن عندنا هون من هون من هون الفم أماري معدة أمعاء الأمعاء بداية عفاج بعدين صائم بضنص هذين شايفين وكله هذو اللي بالنص شايفينه هو الصائم تحت بقى مثلا هون هو فلنقول اللي فائفي مثلا الكولوم ما بضيع أبدا صاعد مستعرض يعني جاي بالعرض نازل المستقيم هذ والشرج اخر شيء تمام هلا الهضم نحنا ندرج جهاز الهضم تمام هذول الأقسم كليات الرح تمر فيها اللقمة او الطعام حسنا ولكن الجهاز الهضم ما بس انه اللبوبة بمرر الطعام لا انت عندك شيء بعض المفرزات اللي رح تنفرز لهذه الطعام لحتى ما بس انه تنهضم لا لحتى اصلا تتحرك بمعنى هلا رح نشوف انه في عنا انزيمات وهرمونات مسؤولة عن تحريك المعين الدقيق مثلا مسؤولة عن تحريك المعين الغليز مسؤولة عن تحريك المعدة الى اخره فلهيك عندنا اجبار غدد متعلق بالجهاز الهضمي يعني الواحد يأتي بسؤال كثير مهمة فكرة انت بتحكيلي عن الغدد طب ليش ما الغدد هاي هي بقسم الغددية بالفصل 11 يعني ليش وحتى لحتى نكبر السؤال اكتر ليش هذه الغدد الواحد ما بيدرسه بطب الغددية ليش بطب الهضمية لانه هذه الغدد متعلق بالهضم وليس متعلق بالغدد يعني بمعنى البنكرياس مظبوط هو غدة وهو باختصاص الغدد ولا رح نحكي عنه بالغددية ولكن البنكرياس متل ما إله علاقة بتنظيم السكر إله علاقة بهضم البروتين وهضم الدسم وإلى آخره فأكيد هو داخل بموضوع الهضمية ونفس الشي الكبد بتجيب تقليل الكبد طبع الكبد وظيفته مثلا إله علاقة بالكريات الحمر إله علاقة بال بالشو إله علاقة هذي شو اسمها كان بالأضاد بتتذكروا إله علاقة ببروتينات التخسر أخذناها بالدموية مين كل البروتين التخسر تقريبا مع عدد الثالث مين ينتجها والرابع مين ينتجها الكبد فليش حاطت ليه بالهضم لأنه الكبد كمان يصنع بروتينات يهضم وأكل فنحن يفرز مركبات وبالتالي أنا بحاجة أنه ندرسه بالقسمة الهضمية تمام؟ طبعا الغداد اللاعبية لأنه هي موجودة بالفم والفم مثل ما اتفقناها جزء من جهاز الهضمي يا جماعة شوفوا قبل ما تبدلت تفتح ديري ممكن الواحد يقول لك شوه الجهاز الهضمي إذا كانت معداء وامعاء هكذا سؤال لا تذكروا ما قلت لكم جهاز التنفسي هو من الانف يعني الانف جهاز تنفسي البلعوم جهاز تنفسي أو جهاز الهضمي هكذا فالفم هو جهاز الهضمي لهكذا الغداد اللاعبية فيه هي منضمة للجهاز الهضمي تمام؟ عن اللاعبية تحت اللسان تحت الفك الى اخرى. طيب هلا بنجي على مصطلحة كتير مهم بالجهاز الهضمي. يعني جد صراحة يلي هو المعصرات. المعصرات باختصار. نحنا ما رأي معنا كلمة معصرات على فكرة اذا بتذكروا معصر بالجزء الرابع. وحتى بي ازا الله ما خيبنا حكايتم كان عنا شو بجزء التامن اللي هي معصرات المسانة. لما قالنا انه المسانة بتفتح بتتسكر بتفتح بتتسكر حسب الودي شو بي التأثير عليا لا ودي الى اخره. فالمعصرة شو هي باختصار. معصرة هي حنافية. بتفتح وتتسكر بظروف. وفي بعض المعصرات بتكون الظروف اللي اللي إلا إليها هي زروف تشريحية. بمعنى حسب حركة الاعضاء بتفتح وتتسكر. مثل الباب حرفيا الباب تشريحيا بيفتح. صح ولا لا الباب الدار اللي عنكم انتم تشريحيا بيفتح. حقيقي انه بيفتح انتم تمسكوا هيكو بتتفشوا. هذا تشريحيا. وممكن يتكون معصرات فيزيولوجيا. شوية معصرات فيزيولوجيا. هذا في لك تبنوط الباب كهرباء. عرفت عليه كيف. بيستشعر ان انت موجود فبيفتح لحاله. انت ما طبقت عليه ولا ولا قوة ولا شيء. تمام. اذا فعلنا شيء اسمه معصرات فيزيولوجيا. انا شيء اسمه معصرات تشريحية. والتي راح نركز عليها اصلا هو معصرات فيزيولوجيا. لان نحن ندرس فيزيولوجيا. طيب. اذا اذا اخر كلمة هي مثل حنافيات. بتسمح بمرور شغلات. واتصبأ. ما بتصبأ. عفونا. نقول بتبطئ مرور شغلات. واكبر مسائل على هذا الشيء معروف انتو بتعرفوه. اللي هو معصرة البواب. اللي هي نهاية المعدة. هذه المعصرة بتضلم مساكرة. لا حتى المعدة تهضم الاكل وتطحن وطحن. وقت بتفتح. وبيمر الاكل من المعدة للامعاء. لانه اذا ما عملت هيكل البواب. رح يمر الاكل من المدومة يكون مهضوم. وبالتالي مريض ينهضم. الامعاء ضعيفة. ما عندها القوة الطاحنة. تعيط المعدة اللي حتى تهضم الاكل. وبالتالي المريض بمكان يحصل معه مشاكل هضمية. تمام فإذا المعصرات شغلة كثير مهمة. اذا ملاطق وصل لا 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 لا. شوفوا. بس في شغلة كثير مهمة لازم نحكي فيها. ولا بار انا سأنا لابقر المهاضرة معكم. ولا بار اذا مرزق نزيلكم عليها ولا لا. ولكن هذه هي جملة كثير مهمية. اللي هي انه تتميز على باقي الاقسام البواب الهضمي بامتلاكها بل تشريحي نسيجية خاصة بها. وليش هذا السبب. آه هذا السبب يا صديقي. انا سأعطيك مثال بسيط جدا جدا. عنا شي اسمه معصرة مريئية معيدية. يلي هي بنهاية المعيد. اذا منرجع بنعيد. معلش لو عم نركز به الفكرة لان مهمة. المعصرة هي حانفية بتوصل بين شغلة وشغلة. يعني انا بقلك بين المري والمعدة في معصرة. بين المعي والبلعوم في معصرة. بين كل جزء وجزء. بين المعي والأمعاء في معصرة اللي هي هلأ لناها البواب. بين الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغلزية في معصرة. بين الأعوار. بين اسم الأعوار يعني. بين المستقيم والشرج اصلا الشرج هو معصرة. بين الجهاز الهضمي وبرا يعني الوسط الخارج. فإذا المعصرات موجودة على كامل جهاز الهضمي. وبالتالي انا اذا عندي معدة. تماما فترضوا معدة. وعندي مري. تماما. وبالتالي بيناتو له هدول اتنين عندي شو. عندي شي اسمه. المعصرة ها. المعصرة. طيب. يا جماعة شوفوا. انا اذا كانت المعدة عندي خلاياها فلنفترض شكله مربع. طبعا امتاخد هذا الحكي بالسنة الجاية. انا مرد ادخل بكتر بطفاصيل. خلاياها شكل مربع. الله خاللنا خلايا للمعدة شكل مربع. تماما. ولكن المري خلايا شكله دائرة. معاشي هيك. طيب السؤال مهم هلا ما هون. المري رح يضل شكله دائرة والمعدة رح يضل شكلها مربع او مستطيلة او الاخر. طيب اما المعصرة طيب شرح يكون شكلها. بما انه هاي المعصرة عم نحكي عنا تقع بين المري من جهة والمعدة فهي رح تكون فيها الشكلين مع بعض. رح يكون شكلها هيك. مسلا هيك. مسلا هيك. وهيك دائرة. دائرة. اذا مهم ان شاء الله ما نطور كتير بالرسم. مفهوم الفكرة. يعني فيها النوعين الاثنين. خلايا دائرية وخلايا مكعبية. طبعا هذا المرسال من عندي. بس مش هل نفهم الفكرة. طيب او كي. نرجع. اذا تتميز بعد باقي الاقصام في انتلاكها. وانها تشريحية نسيجية. بالنسيج الليلة لانه داخلين بعض. تمام? او طبعا هو وظفة زيولوجية لانه هي بتفتح وتسكر الى الاخرين. وهي تعتبر اجباري هذا الحكي. انا عبي حكو لكم عن الغداد الملحقة. لا بلا بلا. انا عبارة. انا اضع حكي كلياته وما بده شرح. طيب يعني هلأوا هنا بس بشكل صغير كثير. العالم تفكر انه اللقمة بتمشي وهي عام بتمشي خلص بتنهضب. يلا عن ماشي. لا. الجهاز الهضب فيه بمر بثلاث مراحل اربع مراحل لحتى توصل. حتى توصل. اه. الفائدة من الطعام للدم. اه ذكرت صحيح شغلة كثير مهمة انسيجية عرفة بعتزل من كون. دائما لƏلٰم لنحن نذكر بكل فيديو فيزيولوجي عن فيزيولوجية ووظيفة هذا الحضو إذا كنت معي، إسم الفيزيولوجيا علم وظائف الأعضاء يجب علينا أن نعرف ما هي وظيفة جهاز الهضم ماذا هو وظيفة جهاز الهضم يا طالب تحضيري؟ أنت لم تلك طالب بكالوريên طالب البكالوريên يقول لنها فهذا أكبر أكبر منها إما أنت طالب التحضيري لا يقبل منها ماذا هو وظيفة الجهاز الهضم؟ هو هي نقل المواد الغذائية الطاقة المواد الغذائية إلى آخره من تبهوا من مكونها الأساسي اللي هو الطعام إلى الدوران إلى الدم والدم بقى هو هاي شغلته بقى بيوصلها للمناطق اللي بيحتاجها للعضلات للكبد للدماغ حسب المنطق شو حامل يعني تمام إذن أنا مهمتي لما أنا باكل أكلت فروج والفروج فيه بروتين من جواته الجهاز الهضم وظيفته نقل هذا البروتين من جوات الفروجة لجوات دمك إذا ما حدث هذا الموضوع فالجهاز الهضم يشتغل مصبوط ممكن يشيل البروتين من الفروجة بس ما يقدر يسحب لكها على الدم ممكن يسحب لكها على الدم بس ما بالكمية المناسبة يعني يضل في شوية بروتين بالفروجة ما بيصير الوظيفة الأساسية هيك لازم تكون استخراج جميع المكونات الغذائية الموجودة أو معظم المكونات الغذائية الموجودة بالنسبة مدروسة من الطعام أو من المواد الغذائية إلى الدوران أو الدم هذه هي وظيفة الجهاز الهضم فلقم بوظيفة الجهاز الهضم ويقوم بها الوظيفة يجب أن يكون لديه وظيفة حركية يعني يجب أن يحرك الطعام من المعادلة للأمعاء أو من الأمعاء تمشي هكي 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 للمستقيم في الشرش ويجب أن يكون لديه مواد إفرازية لحتى تفرزها لحتى تجعل هذه المادة تدوب وتتفكك كما ترى مثل ما رح نشوفه وهناك مثال كبير من تعرفون أنه هو البروتين يتحول لحمود بول لحمود أمينية إلى آخره فهذا كلاهات لماذا؟ لأنه هناك هرمونات أو أنزيمات أو عصارات هاضمة أو ما تريدون أن تسموها كل الأسماع نفسها هي المسببة لهذا الشيء والوظيفة الهضمية بس أفكرة في الشيء التي تذكرتها كثيرا يعني فيما نقول نحن كلاهاته نفس الشيء يعني هرمون أنزيم عصارة هاضمة كلاهاته نفس الشيء ولكن للدقة العلمية يعني الهرمون لا يؤثر على الطعام ذات نفسه يعني لا يوجد هرمون يهضم غزة عرفت عليكي؟ في أنزيم أو عصارة هاضمة الأنزيم يفصل عصارة هاضمة 100% أما الهرمون ممكن يأثر مثلا على مثلا الهرمون الفلاني يأثر على المعدة فبيخليه تشتغل كثير تمام؟ فتهضم كثير فهو هون هون ما أثره على الطعام ذات نفسه ما مسك البروتين وجزأه وخليص الحمود أمينية لا هو أثر على المعدة تمام؟ فهي المفارقة الصغيرة أما ما تبقى فهو هرمون ينفرز ويوجد بالجازن فهنا المصطلحات قريبة كثير من المعدة طيب وظيفة عظمية هي مثل ما اتفقنا أنا شو بهمني أنت حركت اللقمة ولا فرستها وحللتها بس مشفتتها تمام؟ إذن أنا وصلت لدرجة أنه أنا البروتين حطمته تمام؟ وصار بالزغابات المعوية لا نشوف شو زغابات المعوية يعني مهم صار بالجدار الأمعاء بس أنا لازم كمان وصلوا للدم تمام؟ إذن لازم وصلوا للدم يعني لازم انتصوا وهذا الكثير تعني Government يقدم هلا هذا السؤال يمكن أن Sydama الملحلة التي لم يقبل Laugh اصاريها الابس الوظيفة الافرازية علاقة باللعلقة بالأصارات الهاضمة و orgas اصاريها الملحلة أصار الثمية عليها الوظيفة الامتصاصية لا يقبل اصارات الهاضمة اخر ré supercom jadi الولا تعانيها الاضح Standing يعني ممكن هكي يجي سؤال مثلا. طيب وظيفة الحركية للجهاز الهضمي. يعني ما بتوقع في شي مهم هون. انا عبر لكم بس الواضعات الارادية وين بتكون. بس ما في غير ما في حكاية مهم. يعني هون بتوقع ما بدو حدا يقول لكم انه بتروحوا على الحمام لحالكم. بتاكلوا لحالكم. الى اخره. بني الجدار الموطن. اه طيب. شوفوا. هلأ دائما دائما. هلأ هوا هي ما نقاعدة عامة. عرفت علي كيف ما نقاعدة عامة. ولكن يعني فينا نقول من المعدة انت ونازل هيك البنية التشريحية يعني النسيجية. طيب. اول شي عنا شي اسمه الطبقة المصلية. وعفكرة العالم يتفكر ان كلمة طبقة المصلية فمعناها هي مصل. او يعني هي شي سائل. لا بالعكس. الطبقة المصلية هي هي المحاوطة بكل شي. يعني هي أسلب شي. هي أبعد شي. ما ننساها لأبدا. فهي الغمض المحيط بكل العضلة. فهيدي اللي شايفين هون باللون الخافت اللون الباهت. هادي هي طبقة المصلية. تمام. بيجي بعدها بطبقة المصلية بقى هاي المنطقة اللي هون. اللي شايفين انتو هيك وفي تعرجات او خطوط مدري شو هدولة. تمام. اذا هاي المنطقة العضلية. اذا عنا اول شي بطبقة المصلية. بعدين بلنا عنا الطبقة العضلية. وطبقة العضلية بيكون فيها خارجية وداخلية. يعني. هاي المنطقة اللي هون. هاي. هاي خارجية وهي داخلية. مفهوم الحكي. مفهوم يعني. طيب. اه. بعدين عنا طبقة مخاطية. والطبقة المخاطية هي هي. ليك. ومبينة كثير شكل يعني. بيعطي شكل. شوفوا. شايفين. شايفين. طيب. الطبقة اللي بين الطبقة المخاطية. والعضلية هي بيسموها طبقة تحت مخاطية. سمية تحت مخاطية لانه تحت المخاطية يعني. السايرة هي المخاطية فسايرة هون هي. تمام. طيب. اذا بس انا الخلاص الموضوع هو. انه يا اخي انت بدي ياك تفهم لي بس شغلة واحدة. وكتير مهمة. انه يوجد. وهي المع. بس قبل ما كفي. هي دل المع. المع شاي يعني هون هون بيكون متواجدة الاكل. اوكي هون اللقمة بتكون متواجدة. والهرمونات. والحصارات الهضمة وكل شيء. انا من الحكي كيلاتو اللي بدي يا شو هو. بدي ياك تحفظ لي بالترتيب من بره لجوه. شو الموجود? يلي هو. شو اسمها هيدي? اول شي. نسيتها. طبقة المصلية بدلتك تحفظ من الاول شيء. طبقة مصلية. بعدين طبقة عضلية. بعدين طبقة تحت مخاطية. بعدين طبقة مخاطية. والاخر شيء اللمعة. تمام? بهالترتيب هادا. هادا الشيء كتير مهم. اهي اول شغل. الشيء الثاني واللي هي اس على اهم. انك تتذكر وتحفظ دايما. انه في في حاجز. بين اللمعة والطبقة العضلية. شو هو الحاجز? الحاجز هو الطبقة المخاطية. طبعا هو التحت مخاطية بالنسبة للدق. ولكن اللي نحن اللي بهمنا طبقة مخاطية. تمام? لانه هل راح نشوف انه ليش موجودة الطبقة المخاطية. تمام? فاذا دائما يوجد حاجز بين اللمعة وبين العضلات يلي هو المنطقة المخاطية. تمام? وبنازم تحفظوهم بالترتيب. طيب تؤدي العضلات مز في الجدل اللي هي حركتين. حركات معوجية حوية. هاي الكلمة الازباط. حركات مسج. اذا يا جماعة شوفوا. نحن عنا هيدا رح تنضرب مثال منيح ومسال سهل. رح نضرب مثال انه عندك انت هاي معي دقيق تمام? وانت عندك اللقمة للفرفورة الحلوة هون. هاي اللقمة. وهي اللقمة الفرفورة الحلوة. تمام? هاي اللقمات. هلأ. ان اللقمة الدقيق والمعالي غريز بيمتلكوا نوعين من الحركات يا جماعة. تمام? انتبهوا. نوعين. اول نوع. اول نوع. يلي هو اللي بخليها للأكل يتحرك لهون. تمام? والنوع الثاني. وبالتالي هو كيف بيشتغل? بيشتغل بهالشكل هاو. انه بيضغط هون. تمام? وبيرخي هون. فشو بصير? اللقمة. اجبارة عنهم اللقمات. رح تمر هيك. صح ولا لا. تمام? وممتاز. وعنده حركة تانية كمان. الامعاء عن دنياها. هلا هو ما فين ارسمها منيح بشكل واضح. ولكن هي فين نقول هيك. وليه هي حركات المزج. يعني انا بمسك مثل الغسال اليوتوماتيك. بغسل 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 بغسل. بحرك اللقمة الطعامية جواتي. على نفس المستوى. انتبهوا هاي المستوى ليكو. ها. ما عم تتحرك هوني. بهي الحركة اللي انا اخضر. يلي هي حركات المزج. بتكون لي ما عم تتحرك. ما عم تمشي. ولكن عم بتطع. مثل الخلاط. مثل الغسال. عم تتحرك. عم تزج. عم تزج. عم تزج. وعنده حركة تانية. يلي هي الحركة الحوية. اللي هي انه يتقدم. يتقلص الوراها. مثل الخطوط البنفسجية اللي شايفينها. ويرتخل قدامها. مشان تنضيفش. والحركتين مهمتين بلا حركة حوية مردت ومرا يكون في كتلة برازية وبتالي رح يعلق البراز بالأمعاء تمام الكتلة الطعامية يعني اللي هي البراز بالأخير رح تصير رح تعلق بالأمعاء وبلا حركات مزج مرا نقدر نمزج الأطعمة وبتالي مرا نقدر نهضمها ونمتصمها فنحن بحاجة الحركتين إجباري يعني اتناقتم مهمين ممتاز ضبط الوظيفة الحركتين لنبوبل الهضم طيب يا جماعة السؤال المهم هلا هون مين اللي بيخلي الجهاز الهضم يشغل? نحن دائما اتفقنا يا اخي بالقلب ضلينا نحكي نصف ساعة أنه القلب بيشتغل لحاله الجهاز الهضم لا فيه عدم بيأمروا يعني حرفياً ومما نحن عم نحكي علنا في عدم بيأمروا فداحنا لاأمن لازم نتذكر مين اللي بيأمر؟ اللي بيأمر يعني العصابين يهرمونات والعصاب هي الشهر السريع والهرمونات هو الشهر البطيء حكي عنين هذا الموضوع من قبل فبالتالي انا ما بقول لك انه عندي شي بيأسر على الجهاز الهضم سواء انه بيخليه يتحفز ويشتغل اكتر او بيخليه يتباطئ فنحنا عم نحكي كده عن شي هرموني او شي عصبي وهرمونية هلا الهرمونات الجديدة شوي اسه تمام ما سمعني فيها البدد المصببط المعدة الكوليسيستريكينين لابابلا يعني شوي الصعبية هلا راح يمرو معنا اكتر يعني المهم بس خلاصة شوي هي الموضوع انه هي مسؤولة عن يا تسريع الهراء لانه هلا هدول راح يمرو معنا اكتر اسمعون بس مشان نحكي مقدما هدول مسؤولين يعني عن تسريع جهاز الهضمي يعني تسريع مثلا هضم الامعة هي امعة عن تبطيئة حسب تمام وضبط العصبي بتوقع بتعرفوا اشهر مثال على هاي اللي هو التعصيب الخارجي اللي هو الاعصاب الودية واللاودية هاي اعصاب ما الى ليش خارجية لانه جاي من خارج جهاز الهضمي جاي من الدماغ او من النخعة الشوكي الى اخر هي عمين الجهاز العصبي فبالتالي هي تعصيب خارجي عن الاعصاب الودية واللاودية وتذكروا اتفقنا منها اللي راح ن اتفقنا منها اللي راح نذكركم فيها انه الاعصاب الودية مسؤول عن تبطيئ الجهاز الهضمي اما الاعصاب الودية مسؤول عن تسريع الجهاز الهضمي وضربنا لكم مثال كتير حلو وقلنا لكم انه انه انت وماشوي عبتركض من كلب ما فاضي تاكل اما لما انت بتكون قاعد ببيتك ومثل ايام كورونا حجر صحي فرح يزاد وزنك 200 كيلو لانك عبتاكل 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 بتظل بتفتح البرات وتطلع على البرات ليش لانه بتتشهل على الاكل ليش لانه اللي هو ودي عندك مشتغل ولا ودي دائما بيهضم اكل تبطيئ انت بتظل جوعان 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 تمام? اما انت خايف مرعوب الى اخره مسلوط عمل الفحص الى اخره. ما بيجي ما بيجي عبالك تاكل ولا بيجي عبالك اه ريحت الاكل فاللهيك الجهاز اللي ودي بيبطق انا الحكي كلها ولك انا ما حكيتو انا بس ما شنتتفهم جهاز بتبطيء الجهاز اللي ببطيء الجهاز الهضم بشكل عام اما لا ودي بيسرعه طيب قال وعندي انا اعصاب تانية بس ما اللي عبتاكل هاي م موجودة جوات الجهاز الهضمي. وعلى اسمها كثير مشهورة مايسنر مايسنر هو عالم مشهور معنا يمكن الاسم ثلاثة اربع مرات. مخترع الدنيا كلها الله لا يرحمه. وزفيرة أورباخ. تمام؟ طيب اذا شو هي كلمة زفيرة يا جماعة؟ كلمة زفيرة باللغة الطبية يعني هو شيء يعني هو شيء هيك مثل هاد الشيء وحواليه عصب كثير. شو هو هاد الشيء؟ هاد يتكتر عصبي يعني مجموع من الخلال العصبية من جمعة لبعضها وعاطي استطالات هيك 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 فصار اسم الزفيرة هي هي الزفيرة فبالجهاز الهضمي انت وماشي بالجهاز الهضمي اذا بسكت هيك امعاء وخطيتها تحت المجهر بتلاقي كل فترة كل انت وعب تمشي هيك على طول الامعاء كل شوي مثلا عشرة سنتي عشرين سنتي ما بعرف المهم زفيرة بتلاقي هيك شكل مثل هالشكل هذا تمام؟ طيب طيب التعصيب الداخلي نبوب الهضم زفيرة أربخ مايسنر شو وظيفتهم لها دولة؟ وظيفتهم لها دولة زفيرة أربخ تتوضح في الامعاء يعني هون مناطق تشريحين ما بهمني وظيفة الأربخ أو مايسنر هي نفس وظيفة الفوق يلي هي أعصاب الودية واللاودية ولكن نحن عنا دائما في شي يا جماعة نحن دائما عن الشيء اسمه وزارة خارجية وزارة جهاز الهضم اوكي انا برد عليك يا جهاز العصبي وبرد عليها الرمونات ولكن تتعزوني احيانا محتاج انه انا اشتغل مني لحالي او احيانا يبكون ارفض حالي بحالي بحالي بحيس انه مسلا انت اعطيتني اشارات لله ودي انك تهضم اكل ولكن كمية الأكل كبيرة كثير كثير من رح يعرف أنه كمية الأكل كبيرة كثير جهاز العصبي لا شو رح يعرفه أنا اللي رح يعرف أنا جهاز الهضمي أنا لأنه الأكل جواتي فلهيك أنا لازم يكون فيه جواتي شي يتحفز لما يكون فيه أكل كثير زيادة ويفروز تمام يحرض العملية الإفرازية أو يحرك يعني ما مشكلة تمام فإذا هاي اللعبة اللي لحنا لازم نفهمها تمام طيب ما هي المنعكسات معادلية معوية؟. ما بما نح recip يعني عن allaba عصاب. لكن ما در اعصاب ومعوية فهي اعصاب. مرتبطة بين المعدة والمعوية. يعني هي جسور بين المعدة والامعاء. انا وخصوصا بين المعدة والقولون. ما معühren كلمة المنعكسات? longtime center معناها اعصاب. ما معنى لمعدة معوية. يعني أعصاب بين المعدة يعني جسور طريق وتسترات بين المعدة والمعوية. تمام؟ هل ترى ما هي وظيفتها؟ إذن تمام؟ فإذا ما يشكلها يا الغارجي والداخلي مع بعض يا ما هذا أو هذا؟ المهم، ثلاثة أنماط، طبعا لا أشارح لكم إليها هون، لا أشارح لكم إليها على حد عالمي يعني لا أشارح لكم إليها، فثلاثة أنماط، سأعطيكم مسال صغير كثير عنها ومسال حلوة على فكرة شوف أنت مثلاً بتاكل اليوم بالفطور، أنت برأيك الأكل الأكلت اليوم على الفطور اللي هي مثلاً فلنفترض جبنة، هي الجبنة، إيمت أنت بتفوت على الحمام وتخرجها بتطلعها كبراز؟ إيمت أنت برأيك مثلاً ساعة أو ساعتين مثلاً أو ثلاث ساعة أربع ساعات؟ لا يا صديقي، إن الأكل اللي بتاكله لحتى تروح تخرجه بالحمام فأنت بحاجة 16 ساعة، خيال، وممكن أن تحتاج 24 ساعة وما تستغرب حسب أنت طبيعة أكلك يعني، عرفتها ليه كيف؟ ممكن 16 ساعة، ممكن الأقل بشوي، ممكن الأكثر بشوي، فالمهم، إذن المهم، شو الفكرة؟ الفكرة أنت عندك ساعات، ما هو موضوع نصف ساعة ولا ساعة، آه، شو المهم؟ بس فيك شغلة كثير مهمة، وأنتو بتعرفوها، أنه لما أنت بتاكل، بتحسس حرك أنه أنت حصرت على الحمام بعد نصف ساعة، طب كيف هيك؟ أنا اتفقنا أنه الأكل بديو يطول كثير، أصلاً المعدة بتضل فيها الأكل أقل شي ساعتين، المعدة بتضل فيها الأكل أقل شي ساعتين، مع أنه، طب واقف شوي معناها، أنا لما بأكل الأكل حرفياً، أنا بيكون بنحصر على الحمام، صح أو لا؟ أكلاتنا من نروح، بدنا الحاح أنه نروح على الحمام، لماذا؟ طبعاً أنه الأكل ما صار غير بالمعدة، هاا، هذا من العكس صار، إذن، المعدة شو يصير فيها، لما بتعبّل معدى أكل، بتعطي منعكس، يعني بتعطي إشارة عصبية، لأنه هذا عصب، من وين لوين، من هي، من طرف للطرف، يعني من المعدة للأمعاء، وحتى تحديدها للقولون، شو بتقلل القولون معي الغليز، بتقول لي يا قولون أنا إجتني دفعة أكل جديدة، وأنت عندك دفعة أكل من إيام زمان، تمام يعني من قبل كام ساعة، يعني في النفطة أنت أكلت على الفطور، فالقولون فيه براز من 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 الأكلة العشاء، أو حتى من أكلة الغداء، تمام؟ فالمعدة شو بتقول، المعدة بتقل له أنه ليك أنا جيتني دفعة جديدة، فاللي كان عندك يا فضي، لهيك، لهيك، الواحد بس ياكل أكلة بعد نصف ساعة فقط، بينحصر على الحمام، لماذا المعدة هضمت ولحقت وفوراً مرأة الأكبر، لا، لكن لأنه نبهت القولون أنه يلا فضي لأنه جايتك دفعة جديدة، فهذا هو المنعكس مع دل المعاوي، طيب، ضبط الهرموني، إذا هو أقل همية، لا بلا بلا تشارك فيه، بالفعلية، لا أتحدث عن الكوكتينين، طبعاً الكولسيستوكينين، هل سوف نرى ما هو وظيفته بعدين، لكن يجب أن أحفظه بصدق، أنه المسؤول عن الضبط الهرموني هو الكولسيستوكينين، والمثبت المعادي، ولو أنه سؤال قليلاً صعب يأتي لأنه لا يوجد احتمال الثالث، ما سوف أضع لكم احتمال الثالث؟ لا يعني، لا أعرف بركي، سوف أضع لكم أي زائد بي أو كذا، يعملون هذه الشهرات، مهم، فعلياً هي حركة الجهاز هضم، أنا أتحدث عن الكوكتين، أنه اللقمة كيف تمشي منه، لما يجب عليك الواحد يتمه، لا، مرحلة الشرج، لا من شكلها يعني، طيب، المضغ، طبعاً، هل رأيكم دائماً بالأول شيء، مضغ، يعني شوفوا حتى المضغ هو جهاز من الجهاز الهضمي يا جماعة، هذا الشيء كثير مهم، العالم تفكر أنه الهضم هو عصارة هضمية، لا، حتى المضغ هو مرحلة من المراحل للهضم، لا تفكر أنه الهضم هو أن تجلب مادة وضع أنزيمات، وضع عصارات هضمة، من مرحلة المضغ، من الفم، جهاز هذا جهاز هضمي، مثل المعدة، مثل أي شيء، تمام، طيب، إذن، طيب، لماذا نضغط نحن؟ لماذا لا نفوراً منهم جاءناك ونبلع؟ لأنه نحمل المعدة من التسحج، دائماً يا جماعة، لماذا الله خلال أنها الترتيب المفصل كثيراً عن اللزوم؟ يعني عندك أول شيء بفم، بعدين بلعوم، بعدين مري، بعدين معدة، بعدين أمعاء دقيقة، بعدين أمعاء غليظة، بعدين مستقبل، لماذا كل هذا؟ لماذا لا ندحش اللقمة بها الأمعاء، بما أنها تمتصة ونمتصة؟ لأن كل منطقة ضعف من المنطقة القبلة، يعني المعدة لا نستطيع أن تأخذ اللقمة الكبيرة، وتقول لك أنت تجزئ لي إياه لأقسام أغ صغر، تمام؟ وأنا بذات نفسي بجزئ لأجزاء أصغر، تمام؟ فأنت بتأكل اللقمة، اللي هي مثلاً على نفترض حجمة بحجم المشمشة، تمام؟ أكلت مثلاً بيضة، مثلاً بيضة، بيضة، بيضة بلقمة واحدة، فأنت إذا بدك تدخل البيضة هي كلية، طب بفرض قدرت تمرؤ من المري، وصلت على المعدة كثير كبيراً بالنسبة للمعدة، المعدة بتقول لك يا أخي كنت تجزي ليه بسنانك، ثلاثة أربعة أجزاء بسنانك، وأنا بجيبها، بعدين أنا بصير بهضمة، أو يعني بمعنى بجزي أجزاء بسيطة كثير كثير كثير، مشان المعي، يجيز سلمة، فلهيك المهم لحنا لعنا، حماية المعدة من الحوافل من السحجة، فلهيك لحنا لازم نهضم نهضم، وفيه شغلة تانية كثير مهمة، يلي هي شو، المساعدة في تعرض الأنزيمات الهاضمة، لأنه دائماً لما بدك تعرض أنزيم هاضمة، بوسط يكون رطب أكسهل بكثير، لأنه يكون بوسط مانو رطب، ولهيك أنت موجود عندك اللعاب، فالمضغ بيخلي اللعاب يختلط بشكل منيح منيح، مع الأكل، وبالتالي الأنزيمات الهاضمة، بصير فعالة أكتر، وبالإضافة لهذا الشيء، هذا الشيء هضل على الجنب كله، عندك تحرير بعض المواد الغذائية، مثل فواكم المحافظة السلولوزية المحاية، لذلك هو كأنه يعمل هضم، إذن تتبهوا، سلولوز بيتحول من الشكل، السلولوز أكتر متعدد، ومن ثم يتحول إلى سلولوز السكات المنصنائية، ومن ثم يدعطي جلوكوز، وهو آخر مرحلة من السكريات، دائماً لازم نذكر، ما هي آخر مرحلة من العناصر، آخر مرحلة من البروتينات هي الحمود الأمينية، آخر مرحلة من السكريات، الكربوهيدات هي الجلوكوز، دائماً لازم نحفظ هذه الموضوع، ده اخر مرحلة من الليبيدات او من الدسم هي الحموض الدسمة لازم نحن نفضل المنتهى هنا رح يمرق معنا اذا انا ما اقول لك هون اقول لك واحد الشيخ اللي عبت تحرر بمانعك يعني كيها فيها عبت تحرر يعني عبت تهضم يعني عبت تهضمها للمحفظة السيلولوزية فلهيك عبت تحررها للمواد الليجوات المحفظة السيلولوزية لبرا فهي حرفين نوعا ما المضغ او الفم عبت يهضم شي جزئي عبت تهضم السيلولوز او النشاء بشكل جزئي يعني تماما السيلولوز شي والنشاء شي بس يعني تناعتهم بيشتغل عليه ونالفم فلهيك في الان نعتبر انه حتى حرفيا هو كهضم هضم اللي نعرفه يعني شوي بيشتغل على الموضوع طيب الشي اللي من الموضوع الهضم بقى احكي لي عن البلع اذا اول مرحلة من المراحل اي هضم الاكلية اللي هي اناك تمضغة وتجزي اجزاء اجزاء صغيرة تدوم جمع اللعاب بعدين بدك شو تبلع واللوازن بتعرفه شغلة انه البلع ونحن حكينا عنه هاد بفصل باخر فصل اخر فصل رابع وقلت انه البلع مسؤول عنه مين العضو البصل السيسائية واللي يدارس كمان الفصل الرابع ما غيره كمان بيعرف انه عصب من العصاب القحفية والعصاب القحفية عصاب لا ايرادية والعصاب القحفية الجزء الاخير من اللسان ومن اسمه بلعوم اللساني ومن اسمه بلعوم اللساني وبالتالي يعصب البلعوم والجزء من اللسان اللي تابع او القريب من البلعوم يعني جزء الخلفي من اللسان فبالتالي هذا العصاب القحفية اصب لا ايرادية ليه شعب بحكي لكم انا يعني شوه انا قد وصل لكم شعب ان البلع عملية بمعظمي ها الأغلبية هي عملية لإرادية وهذا ما تشوفوا على فكرة بالأفلام بالرعب والانتحار والتعزيم بحطوله محارم للمريض هيك هيك بحشوله محارم فأنتوا بتقولوا ممكن لماذا المريض يبلعه لما انه مضطر لا نتيجة الحجم الكبير إلا ما تطلع لمحرمتين ورقة ورقتين بالتلت الخلفي باللسان بس تلت الخلفي لللسان بصير بلع إجباري عنه للمريض معك فأنت لما تبلع أنت لما تأكل يا صديقي بتفكر حقا أن البلعي تمني لحالي تمام؟ بتشرب قهوة بتأكل اللقمة بتفكر حقا أنت بلعت لحالك لا يا روحي أنت أخذت أول عشر عشر بالمية من مرحلة البلع بعدين البلع التسعين بالمية الباقي أنت كله ما إليك على قفه ودلاني شيء أن أنت ما فينك توقف اللقمة بنص المري اللي إليك فينك تقول والله أنا مثلا هاي اللقمة بدي وقفها بنص البلعوم أو فينه بدي وقفها بالمر ما فينا خلص بما أنه بلشت بمرحلة البلع بدأت توصل للمعدة إيش باري عنها طيب لحتى نحكي عن موضوع البلع طبعا هلأ في فيديوه هلأ بنا نشوفه ما بعرف إذا هذا هو الفيديو نفسه تعالي الـ RBC ولا لا أنا مشغل الفيديو معرفوا له بوضح الفكرة قبل ما نحكي لازم البلع نفهم شغله بما أنه أنت عبت تحكي عن البلع في البلع هو باختصار نقل اللقمة الطعامية المهضومة جزئيا أو المتفيكة أو الممضوغة معرض المحض المضغ للمعدة وبالتالي يت insanity في مرحلة المرى المهم إ Repeat اللي هو المرحلة الارادية الوحيدة الارادية تحضير الطعام للبلع ومن ثم نقله الى البلعوم تمام تحضير نشوف يا جماعة ما هو اللي بيبلع هو بس بحضر الطعام للبلع يعني يدوب بخلي لتلت اللسان الخلفي فبتحرض العصب بالبلعوم اللساني بروح على الوصل السيسائيه فبصير منعكس البلع انت مالك على او تذكر على فكرة منعكسات شو منعكسات هي افعال الاعصبية لا ارادية تمام طيب طور البلعومي هي صارت اللقمة بالبلعوم اغلاق اغلاق الحجر وتفعال الحجر الاعلى تقلص اذا يا جماعة بتذكروا انت البلعوم هذا كان البلعوم هو عضو شو انه هو عضو هضمي فقط فانت قلطان بتذكر الفصل السابع لما قلت لكم انه عندنا شي اسم البلعوم وحينا انه الانف والبلعوم الرغامة والقصبات الجميلة هي كلياته من جهاز التنفسي صح ولا لا فالبلعوم هو صار متل مفترق طرق تماما يعني من البلعوم منه فينك تخرق على المري ومنه فينك تخرق على الرغامة وبالتالي كان يعبلك البلعوم منه فينك تخرق على الجهاز الهضمي او منه فينك تخرق على الجهاز التنفسي فحسب وين هو ما عبيلعب بقى تمام وين عبيلعب البلعوم نحن بهالحالة شو بدنا من البلعوم بدنا يا بلعوم التابع لجهاز الهضمي او لجهاز التنفسي احنا اكيد هلو عم نحكي عن الهضم عن لقمة طعامية بدنا ننزلها فلا هيك لا يريد أن البلعوم يعمل كشغل التنفسي. تمام؟ تذكروا حتى البلعومي وقتها قلنا لكم انه كلياته حيز ميت لانه لا يدخل بالتمادلات. هل لا هيك عم تذكر هذا الموضوع من الفصل السابع المهم. الطور البلعومي اول شيء ما يحدث فيه اذا نحن هل تقرروا هلا كلياته؟ كلياته بس مشاهدة هون موقع انه نحن سكرنا المفرق على البلعوم الذي يوصل لجهاز التنفسي. وفتحنا الطريق للجهاز هضمي لانه التفقنا البلعوم مفترق طرقه. يعني شو يعني اول شي انت لحت بتعرف البلعوم من فوق في فوقه الانف. ومن تحت في عندك الرغامة والمري. فمن فوق خلينا نسكر البلعوم مع جو في الانف. ومن تحت خلينا نسكر الحنجرة. والحنجرة رح تنسكرها في عنا شيء اسمه لسان المزمار هالي نحن نشوف. ولكن سان المزمار احيانا صغير. فنرفع الحنجرة تماما لفوق. مشان تساعد لسان المزمار. مثل لما انت واحد يمد ايده ليسلم عليك فانت تبدي ايدك كمان لتسلم عليك. تمام لان ايده ما بتوصل لعندك. مثلا. لابت عليك فانحنا مند سان المزمار لغلق الحنجرة. والحنجرة انترتفع لاهلي فالتغلق تماما. ليش بتغلق الحنجرة؟ مشان ما يوصل لأكل للراغامة. لان احنا ما يقول لأكل بدك وصل للمري. طيب توقف التنفس؟ لماذا توقف التنفس؟ لأنه أنا هلأ بهذه المرحلة اللي هي في الثانيتين فقط أريد شيء من الجهاز التنفسي لكن يا عمي أنت يا رئة ضروري الثانيتين اللي رح تمرق فيهم اللقمة من البلعوم للمعدة أنت ضرورة تنفسي ضرورة انتفخي وتنفخي حالك حوالي المري وتخلي المري ينتفخ وينحجز واللقمة ببقيت مرر منه بشكل انسيابي أو بشكل صحيح لا هل ثانيتين بسرة ويلي حالك حتى تمرق اللقمة ورجع يشتغلي يا عمي فلايك نحن بلازم نوقف التنفس إذا باختصار المهم لازم ننهي كل مرأة أي شيء ما يقول العلاق بالجهاز الهضم تمام؟ هي الخلاصة يعني وتقلص مع السراط البلعوم مشان تروح للجهاز الهضمي تمام؟ والجهاز الهضمي إنه لذات نفسه بيفتح للطريقة أهلا وسهلا تخيلي ما يفتح له فوق معها عملت كل هالشي هذا متور كلا انت buy someumer م غير ضمي مثل البلعوم عملية معاصرة مغمني هنا دائم يا جماعة هتول مثلا هذه مصي livحات جديدة ن pharmacy مجدينة بين الخلاص بما يعني وتجه نزال باستثنان منطقة أو نهاية منطقة هناك معصرة، بين البلعوم و المري هو معصرة نحن نتحدث على تباستبدأة البلعوم في أسمان المعصرة العلوية حسنا المريء بين المريء والمعدة من تحت فيه شكلتان ايه غير بعض ومعصرة المعصرة هيده اسفل المريء فهي اسمه معصرة المريء السفلية شاهدين كيف منتاز وكلتها بتفتحها بتسكر وتفتحها بتسكر ليس هنا مكتوب ها نفتح معصرة المريء عشان تمروا الاكل فيها طيب الطور المريئي دازم نحكي فيه شوي معصرة المريء لسنتمترات السلاس الاولى مكونا عضلة خططة إرادية ترتخي العضلات من خططة لانا متوقع الحكم الفهم يعني كليات موصحة كبيرتكم تحفظوه جباري ان هناك نوعين من الحركات بتوقع مفهوم الحركات الحوية اذا انتفقنا الحركات الحوية يعني حركات او الحركات الحوية فهي حركات تمام يعني مسؤولة عن ان تدفش فالأولية هي الاساس انه تدفش المعدة التانوية بقى هي انك تعصر المريض شوفوا يا جماعة مثل اذا انت بتجيب كيس مصبحة وقيت مصبحة نصف كيلو مصبحة من عمد ابو عبد الحمصاني فانت بتجيب تفتح الكيس او حليب او كذا كيس نايلو بتفتحه من طرفه وبينزول بعدين تعصر الكيس مشان تتأكد انه نزلت كامل لكن صح نفس الفكرة تماما المري مرة اللقمة ولكن نتيجة انه اللقمة تمر بجدرال فممكن يضل شوية الشغلات ونحن ما بدنا اياها لانه المري ما بيهضم يعني بمعنى المري ما فيه انظيمات هاد ما لا يهضم فلاهيك مثلا نتأكد انه كل المادة بمطلقا كلها تنمية بالمية توصل على المعدة فلنحن بنعصر المري او المري بيعصر حاله باي طريقة اللي هي انه حركات حلوية ثانوية طيب المعصر السفلية اذا المعصر العلوية شو بدي فيها احنا نحن نحن اه ما كتير مهمة المعصر السفلية هي المهمة ليش بقى اه لانه اول شي هي معصر فيزيولوجية تمام اشتركواはいش من المعصراتarnos الضغط فيها لتتميز بارتفاع الضغط ليش؟ ليش عننا ارتفاع ضغط بالمعصرة السفلية؟ لانه المعصر السفلية يا حبيبي هي معصرة فيزيولوجية يعني tune tune hit to hisses بين المعدة والمري سوف نرى لدينا شيء اسمه حمض وهذا الحمض لا يصبح أبداً يوصل على المري فأنا أريد شيء يمنع يوصل هذا الحمض للمري فأنا أريد حنفية تسكر وحتى تسكر هذه الحلفية وتشد وترتخ فهي عندها ضغط أكيد ولازم نتأكد مليون بالمرية أن هذه الحلفية لا تسرب ولا نقطة حمض من المعدة للمري هذا لا نقول لك كل هذه الحكية فالتالي يجب أن تكون مسكرة منيح إذا لم يكن هناك لقمة ولا تفتح إلا إذا كان هناك لقمة هذه معنى كمت معاصرة في زيولوجيا فالتالي يجب أن تكون مسكرة منيح فهذا ماذا؟ يعني مضغوطة منيح يعني عاصة منيحة حالة فهذا سيكون ضغطها مرتفعة إذا وضيف الأساسية لها منع ارتداد محتويات المعدة الحمضية إلى المري أنا دائما قلت لكم يا جماعة ضربت لكم مساء البواب وقلت لكم البواب نحن موجود فيه لأنه ما بدنا ننخلي الأكل فورا نمرء من المعدة للمعاق قبل ما ينهضم لأن العمعاء لا يستطيع تهضمه طيب معاقشة ممتاز معناها ما هو وظيفة المعصرة المريئية السفلية؟ بما أنت تقول لي المريء لا يقلوا على أبدا بالهضم لماذا المعصرة المريئية السفلية موجودة؟ لم تنهضم الأكل منه عندما وصلت بالمريء وخليتها تهبطها وتنزول وتسلط فورا نسلط على المعدة ما هو الفائدة من الموضوع؟ ما هو الفائدة من الموضوع من المعصرة المريئة؟ فعصر المريئة العلوية يتسكر عندما تنتبه من أن تتنفس من أن تنفس من انفكة الهواء لا يتساعد إلى المريئة لكن في المعصرة المريئة هذا هو العلوية بأننا نتفق البلعوم لا يفترق طريقين فسعني سكر كل شيء طريق تنفسي سيسكر كل شيء طريقه هذا هو معصر المريئة العلوية ولكن ما هي المريئة السفلية؟ لماذا ستكون عندي سودادة أو حرفية آخر شيء؟ لأنها سودادة هي التي تجعل الحمض والمعدة ما يطلع لفوق يا جماعة الحمض المعدة التي لديكم هي أنتم تجزمكم بأجسامنا هو البيئة التي لديه 1.5 هل تعرف ما هي 1.5؟ أنتم تجيب ليمونة بلدية هلا معناه يمكن أن يكون حق ألف لرصار بلدية بلدية يعني إذا أكلتها هيك وإذا عصرتها شوية على لسانك وتمشك ويكمش وشك وتغمض عيونك ومدري شو يصير لك وهي تعرف ما هي البيئة التي لديها؟ البيئة التي لديها أربعة أربعة هذه قراسة ما لديها أربعة أربعة أو خمسة لا تخيلون أنها هي ليمونة الحمضة التي تشقفك من كتر محامضة فما بلكن أنتم تتحدثون على العصار المعدية 1.5 عندما يكون هناك أكل المعدة يعني أسيد حرفياً أسيد شوية ثانية والتالي أه لماذا المعدة تحترق بها الأسيد اللقلة لماذا المعدة تحترق بها الحمضة التي يجب أن تتذكر لها؟ أه تتذكر لما قلت لك أن تتذكر لها هي الملاحظة المهمة كتير؟ لأي أنا لا أرجع لكم لا أرجع لكم لأنهم سيتوا لا أريد تتذكر لما قلت لك يا صديقي أنه هنا لازم تتذكر دائما أنه هناك فرق بين في شغلة بين اللمعة والعضلة مظبوط كلمتك مظبوطة تضع حمض على العضلة أه بتوجعك إلا أنت إجرح إيدك إجرح إيدك إجرح إيدك إجرح إيدك يعني شي يعني إجرح إيدك يعني إفتاح الجلد وخلينا نشوف العضلة وعصر لي مونة حمضة فوق الجرح شو رح يصير فيك رح تولوي ليش؟ لأن الحمض اللي هو بس أربعة بقاش هذا القولوي يعتبر قدام المعدة لهب عليك كتير لأنه راح الجلد طبقة الحامية المعدة بقى ما فيه جلد من جواته لا فيه طبقة مخاطية إذن طبقة المخاطية اللي هي هاي شو مسؤول عن شو؟ عن تأمين الحماية للطبقة العضلية من المعدة من اللمعة والذي تحويه اللمعة اللي هو حمض المعدة لهيك الطبقة المخاطية مهمة جداً شو مرض القرحة؟ ما نسمع عن واحد القرحة؟ القرحة هو عدم وجود طبقة المخاطية وبالتالي الحمض بيلامس العضلة وبالتالي آلام فزيعة شديدة جداً لهذا المريض تمام؟ اتفقنا الحمض طبقة المعدة بيزداد وبيصير بيقاش له أعلى بكتير لما بيكون فيه أكل ليش بيكون البيقاش أعلى بكتير؟ يعني هلا هو البيقاش المعدة؟ 2.5 بس لما بتأكل أنت بينزل للـ 1.5 تمام؟ ليش؟ لأنه هضم خلاص صار فيه أكل صار بدأت تهضم بدأت تشتغل بدأت تفرص حمض أكتر بدأت حصير البيقاش حمضي أكتر يعني حصير 1.5 لهيك هذا المريض القرحة وجعه بطنه قامت بعد الأكل إذن هلا أنت يا طارب تحضيري عرفت معلومة من سنة الرابعة لماذا مريض القرحة يجعه بطنه؟ بعد الأكل بتقلي يوقف شوي بعد الأكل بتزداد حموضة المعدة يعني من البيقاشة 2.5 بتصير 1.5 يعني يا لطيف شي كتير قوي وبنفس بها هذا مريض القرحة لسبب من الأسباب لا نحكي كتير شو الأسباب ما في عدو طبقة مخاطية رايح الطبقة المخاطية لسبب من الأسباب فهذا الحموض اللي صار كتير قوي وازداد قوة بس رح يزداد وجعه وقامت بعد الأكل طيب إذن بس هذي كانت ملاحظة مهمة لهيك نحنا طب خلاص من المضوع من نرجع لموضوع الأساسي بشي موضوع القرحة على الجنب مريض القرحة على الجنب بالحال الطبيعية نحن عنا بطبقة مخاطية وبتالي ما عنا مشكلة بالمعدة المشكلة مين مشكلة بالمري المري ما فيه طبقة مخاطية بتقلي ليش ما فيه طبقة مخاطية طب ليش الله ما عامل طبقة مخاطية بالمري بيقولك يا أخي لأنه المري ما بيهضم المري ما فيه حمض لماذا لاحتاج لها طبقة مخاطية لان فيها حمض جواته يعني الله عملنا طبق المخاطية كأسلم ومقايا أما المري يني sit down لماذا لاحتاج لنا طبقة مخاطية مثل المعدة بها الكبر وبها الحجب ما هي هو ما فيه حمض ما فيه غذد بتفرز الحمض غذد عصارات هذي بتفرز الحمض ما عنده فلاهيك فلاهيك أنا شو بساوي ليش عازجي بحطي طبقة مخاطية بالمنري لأ أنا بحط حنفيه أخره إلى المريء بحيث أن الحمض المعدة ليس يخرج. تمام مفوا؟ كلام مصبوط. حلو جميل. القلس أو الجزر المائي المريئي. هذا مرض تمام ما يمكن يجيكم بس يعني لا خلينا نحك فيه شوي. أو صعب يجيكم يعني بس ما ممكن نحك فيه شوي. القلس أو جزر المائي المريئي أو بين قوسين نحن نعرفه بالسوريين منقول له الحرقة و الله مائي حموضة و الله مائي حرقة. الكلمات هاي سماعين فيها بالطب. هذا هو المرض بسموه القلس أو الجزر. المد والجزر البحر عندما يجي لعندك مد عندما يرجع لورا الجزر فالجزر المعيدي المريئ يعني ارتجاع الحمض المعيدي للمريئ لأن الحمض يجب أن يكون بالمعادة يرتجع لورا للمنطق الأبلوي فهذا يسموه الجزر وحتى على فكرة بعض الكتب يقولوا الارتجاع المعيدي المريئي تمام؟ حسوا عنا بجوجل يتلاقوا هالكلمة ارتجاع جزر ارتجاع قلاص نفس الشيكلات ونفس المصطلحات ما هو القلاص؟ هو ارتداد محتويات المعادة الحمضية للمريئ مما يؤدي الى تخريج المريئ ويصابته بالاتهام لماذا؟ لأن المادة التي كانت تحمي من التخريج هي الطبقة المخاطية هي موجودة بالمعدة ولكن لا موجودة بالمريئ وبالتالي المريئ سيكون عرضة فورا الحمض يلق بالعضلة وبالتالي يعملوا تخريج لهذا هذا الحمض اللي تشعروا فيه أو الحموضة أو هذا الشيء المزعج لأن الحمض اللي عنكم بالمعدة سيطلع قليلا على المريئ والمريئ لا يوجد طبقة مخاطية ثم تضيق هذا الحمض بعد سنين طويلة يؤثر في معصر المريئ الآن نريد أن نفهم معناها يا دكتور العيلة تحكي لي هاي الحموضة كيفيني روحها غير بموضوع الأدوية يعطيني شغلات وقائية أول شيء لازم نحكي فيه اللي هو عوامل نوعين عوامل خافضة للضغط وعواملها رافعة للضغط أول شيء نحن نحكي فيه هو عوامل خافضة للضغط يا جماعة نحن اتفقنا العاصرة المريئية شو لازم تكون لحتى ما تمرق حمض لحتى تقوم بوظيفتها لازم تكون مرتفعة الضغط فيها كثير يعني مسكر على آخرتها فبتالي أنا ما بقلك العوامل الخافضة للضغط هاي دي العوامل هل ستسبب جزء المعدة بالمريئة؟ لا طبعا ستسبب لأنه رخيت المعصرة وبتالي الحمض صار بيقدر يروح من المعدة للمريئة في شكل كثير مهمة هم مكتوبة كمان لحتى نحكي لكم معلومة صغيرة العوامل الخافضة للضغطية بتوسع المعصرة بس انت بتجي تسألني السؤال كثير مهمة بتقول لي ما هم المعدة انتهلة أنا وقاعد عبحكيكم المعدة موجودة تحت المريئة وحتى له حمض وحتى له مفتوحة لطبة المريئة كيف الحمض رح يوصل للمريئة؟ شو انا بوقف على ايديي بتشقلب شي لحتى ينزل تخيلته الموضوع اذا انا كيف رح يوصل الحمض على المعدة على المريئة مع انه المريئة فوق تشريحيا يعني جاذبية ما في جاذبية إلا إذا الواحد بيمشي على ايديه اه بيقول لك ممتاز بصراحة الحكي لهيك الحرقة دائما بتصير اول متفئ من النوم ليش؟ انت ما ما الصبح اول شي انه لا يوجد حرقة من قبل يعرف الموضوع الصبح اكتر شي بتحرقة لانه بتكون نايم وليما بتكون نايم سطح المعدة و سطح المستوي على سوية واحدة والتالي بالنوم بتتحرض الشمسما هو الحمض لانه بيرجع ويجزر جزر معيدي مريئة يعني بيرجع من المعدة للمريئة لانه صار بيقدر يرجع وبابقى في جاذبية هنا لهيك الاعراض تجي اول شي فورا بعد النوم يعني بعد اول متفئ من النوم نحن نتحدث عن العوامل التي ترخي هذه المعصرة نحن نتحدث عن المشكلة نحن نتحدث عن أنت تنام لا يصر لنا شيء لماذا؟ لأنه عندما ننام مضبوط الحمض يرجع لبرا ولكن هناك حنفية في السودادة مسكرة المري لا مستحيل يرجع المشكلة؟ المشكلة عندما تنام وفي مواد خفض الضغط هذه السودادة خفض الضغط هذه الحنفية خفض الضغط هذه المعصرة وفي مواد خفض الضغط هذه المعصرة تفضلوا التدخين الكافاين ودائما تحفظوا بشكل أن المدخنين يشربوا قهوة لذلك أنهم معرضون جداً جداً لموضوع القلص وللأسف نحن نأخذ حب حموضة ندخن ونشرب قهوة ونأخذ حب حموضة لكن الوقاية خير مقدار علاج لذلك دائما يجب أن تقول للواحد أنت الدخان ممكن أن تكون مدمن عليها ولكن لماذا تكون مدمن عليها؟ ولكن هناك عالم مدمنين على القهوة أكثر من الدخان طيب الشوكلة الشوكلة يتوسع كل شيء وعنتم في السنة الخامس سوف أعلم عليكم مرض الشقيقة ومرض الشقيقة باختصار شديد جداً لماذا؟ ما هي علاقة الشوكلة؟ الشوكلة المريض الشقيقة ممنوع أن يأكل شوكلة أو يخاف من أن يأكل شوكلة لأن الشوكلة يتوسع كل شيء يتوسع عموية يتوسع شرايين يتوسع معصرات يتوسع للبدة لا يأكل شوكلة المعارض الشقيقة لا يأكل شوكلة تمام؟ نياله اللي يتزوج مع شقيقة أو لا يجلب لها شوكلة أبداً مهم تنفيذ التنبيه الودي وهذا ما أريد أحد أقول لكم الودي اتفقنا دائماً الودي يساوي يبطئ يرخي يصبط ينشط ويقبط ويقبط ويجعلها تتشنج إلى آخره تمام؟ مضادات التشنج لا تشرح مضادات التشنج باختصار أنت عندك شغلة مع صورة مشدودة تعطيتم مضادات التشنج فتوى الساعة ورتخل لهذا مضادات التشنج ممكن تعملك مضادات التشنج هي نوع من أنواع الأدوية طعام الدسم لماذا يحدث هذا؟ شاهدوا الطعام الدسم نتيجة الإرهاق الدسم صعب ينهضم بالمعدة نتيجة الهضم الذي يحدث بالدسم كثير شديد يمكن أن المعصرة المريئية تتعب لدرجة أن ترتخل كثيرا لأنها تتضغط على حالة أنها ضلمس دودة ضلمس دودة نتيجة التعب والإرهاق والمعدة هي جزء من المعدة بالأخير جزء من المريء وجزء من المعدة فهضم الشديد للمواد الدسم وهي مواد كثير كبيرة وكثير صعب تنهضم فممكن أن هذا الشيء يرهق وبالتالي تتوسع شوي فلهيك ما هي الخبصة العظيمة التي تريد أن تجرب تجربة عملية أن يصبح معك حرقة ممتاز عمال سجوءات خذ لك حبة مضاد تشنج من هؤلاء اللي يأخذون على الجماعة القولون العصبي احضر لك فيلم رعب كلك شوكولاتية ودخل لك سجارة مع فنجان أهواء وروح نام فورا تمام وروح نام فورا يا سلام لهيك انتبهوا يا جماعة يقول لكم إذا سيئت معكم حموضة ما تنام بعد الأكل هاي ملاحظة مزبوطة كثيرا هاي الأصح ما تأكل أكل دسم وتنام عشان ما تردخل مع الصرة وتجي تروح تتسطح وبتالي ينتقل الحموض أما روح كل صحة مسلطة مثلا أو كل خيارة أو بندوراية ما ما رحها تتوسع المصرة يعني أو يخف ضغطها يعني تمام طيب عوامل رافعة للضغط هاي دي بالعكس بقى إذا انتبهوا هاي عوامل بالعكس بتخلية السكر المنيح أول شيء وأسهل شيء خلينا نحكي فيها لهو الأرياف اللي أودية عكس اللي أودية اتفقنا أها ثانيا أي شيء نحنا قيمة بدنا بالحال الفيزيولوجية الطبيعية برجع بعيد قيمة بدنا نحنا المعصرة السكر المنيح بتقلي لما المعدة بدا تفرص حمض كتير بقى لك إما دي بدا تفرص حمض كتير بتقلي لما بدا تهضم طب إما بدأ تهضم المعدة لما بيكون فيها أكل طب من راح يحرد المعدة انه تفرص الحمض الفيهرمونات اللي هي الهرمونات المعيدية طبعا راح نحكي فيها على رأس هالجاسترين يلي هو جاسترين جايك جاستري جاست هو غاسترينتولوجي بالعضمية بالانجليزي غاستروينترولوجي فالجاسترين هو هرمون الهضم تمام هيك هذي تعريبه هم ما معربينه بس الجاستريك يعني هضم فجاسترين هرمون الهضم أو الهضمين يعني أو هيك شي والبنته جاسترين إذن هاي هرمونات بتفرز المعدة كبدأ لعملية الهضم بتهضم البروتينات إلى آخر هلا بنشوف شو وظيفتها يعني بتفرز الحمض وكذا فإذن هاي الهرمونات ذات نفسها بتروح على المعصرة بتقول لي يا معصرة ليكي المعدة فرزتني معناها أنا هلا أبوش دقيقتين ثلاثة أو أو عشر دقائق أو عشرين دقيقة رح يصير فيني حمض رح يصير فيه بالمعدة حمض بلاوي زرقة تمام لهيك بلش يسكري النوع الثاني كمان اللي هو الجاسترين بيشتغيل يلي هو بحرد فراز حمض البعدة تمام فحمض البعدة زداد فنفس الشي يروح على المعصرة بإلا ليكي ها لكني أنا على شوي رح بلش لق بالمريق فسكري فإذن كل الشي طبعا تطعام البروتيني، لأنه تعامل البروتيني بيحرد فراز للجاستريني كثير لأنه يسؤول عن هضم البروتين بشكل أساسي تمام؟ هل رح نشوف هل رح نشوف هذه الكليات فلما يكون عندنا بروتيني كثير رح يكون عندنا كتير وعندنا كتير رح يكون عندنا رفع الضغط كثير ومثل الخلاصة بالموضوع يا جماعة عشرية خلاصة بالموضوع أي شي سيخلي المعدة تهضوم معنى أنه فيه أكل تمام؟ أكل يا جماعة فهي ستحرض المعصرة بالحال الطبيعية أن ترتفع فيها الضغط وتتسكر منها سواء هرمونات بشكل مباشر سواء الحموضة التي كانت سبب الهرمونات بشكل غير مباشر سواء البروتينات التي كانت سبب طعام البروتيني يمكن أن نجد أكل من المعدي في المعدي ويجب أن تعمل المعدي ويجب أن ينتقل الحموض من المعدي للمريء ماذا نقوله عن الفعالية الحركية للمعدي سوف نرى فيديو غير موضوع البلع هيا كما ترون هذه هي عملية البلاية سننسرع فى الفيديو نسرع شاهدوا يا جماعة هذه الحركة فوق محل ما طلعت الاشارة الصفرة هذا لسان المزمار من تحت وهذا الخط هذا الخط هو الحنجرة هذا الخط هذا الحنجرة ونرى كيفية الحنجرة تطلع على فوق كما انتفقنا وفوق هذا هو شراع الحنك والذي يسكر انف إذا نحن لقم هذه اللونة أخضر نريدها فقط تمرق بالمري نريد أن نسكر محلين نريد أن نسكر فوقها ونريد أن نسكر الطريق التنفسي حتى نضمن مية بالمية أن تذهب على الطريق الهضمية ما حل ما بدنا نحن فلهيك اللقم الهضمية تمشي بها الطريق شاهدوا شايفين؟ بتنزل بتفتح وتنزل على المري شاهدوا ملاحظين كيف؟ طبعا هؤلاء 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 لأنه نعكس البلعة بصلي السيساء أخر شاهدوا هاي بشكل بطيء جدا اللقمة اللونة أخضر شاهدوا كيف هي مرقة تسكر شراع الحنك من فوق مستحيل اللقمة تطلع على الأنف شاهدوا كيف؟ مستحيل اللقمة بقى تطلع على الأنف نهائيا طيب شاهدوا كمان الحنجرة هؤلاء كيف لما رح تنزل اللقمة الحنجرة رح ترفع لفوق والمزان مزمار رح ينزل لتحد طبعا هؤلاء هي أشرط كل مسميات بس. طيب هى هون Joh إلى نزلت لسان المزمار ورتفعت الحنجرة فأجباري ببقى عنده طريق أبدا اللقم غير أن تنروح على المري هذا المستطيل الوراء يعني عوما نحلل دائرة الحمراء هاي اللقم نزلت فبهي طريقة بصير عملية البلاء يعني الفيديو بوضح كل شي يعني تمام بنرجع بقى أهلا أهلا أنا رح أقسم الفيديو رح أقسم الفيديو من نزل فيديو تاني لأنه شوي صار الوقت طويل مثل ما شايف أنا الفيديو شوي صار طويل